تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثة عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها حلقتنا اليوم على أهداف عكسية أهداف غيرت ربما في نظرة الناس لكرت القلب أهداف كانت ذكريات خاصة لبعض اللاعبين بعض المدربين بيتعبوا بيكتب أفكار وتكتيكات وبيقعد يخطط أيامه العيالي وبينسى أنه هذا اللاعب مش برماجيات مش روبوت مش إنقالة لاعب ممكن يغلط ممكن يرتكب هفوة وبإحدى الهفوات ممكن يغير مسار مباراة كابلة عشان اللاعب يروح للمدرب ويقول له آسف جرب مرة أخرى حلستعرض خمس أهداف في هذه الحلقة بعضها هدف عكسية غريبة وبعضها أهداف عكسية شهيرة حلنحكيهم مع بعض بس دائما بذكركم أثناء مشاهدة الفيديو لو أعجبكم تتركوا لايك ولو ما أعجبكم تتركوا لايك أيضا لأنكم إصحابي نبدأ برقم خمسة لما تكون هداف كورة القدم حرفيا ولما تكون هداف ذوي الأبطال أوروبا وهداف أمم أوروبا كل هذا ما بيحميك أبدا من الليلة صعبة نحص صعب خصوصا في موسم 2012 و2013 كل ما كان ريال مدريد يروح يلعب بالأندلس إنه حسي لازمه والنتيجة السلبية وأمام غرناطا كان ريال مدريد عم بلعب هذه المباراة يبحث عن نقاط ثلاث حتى يبقى على شيء من أمله في سباق الدوري مع برشلونة راكل ركنية تلتعب عالية كريستيانو رونالدو يحلق ولما يحلق رونالدو أكيد حيسجل ويسجل لكن هذه المرة كان التسجيل في شباك ريال مدريد هدف أسقط ريال مدريد في تلك المباراة أمام غرناطا وهو الهدف العكسي الوحيد في تاريخ كريستيانو رونالدو الهدف العكسي اللي طلعت نكتب بعدها يقولوا رونالدو سجل بكل فرق الليجة وهذا كلام حقيقي بما فيهم ريال مدريد يعني سجل في اللي معه واللي ضده ما في شباك بيرحمها رونالدو حتى لو كلفوا الموضوع ثلاث نقاط وروا على رقم أربعة كان في لعب مقاتل مهم ركيزي أساسية من وصول كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 ونتكلم عن ماريو مانزوكتش وفي الدقيقة 18 في المباراة النهائية أمام فرنسا كرة عالية مانزوكتش بحاول يبعدها وبدل ما يبعدها بسكينها شباك فريقه ليش هذا الهدف مهم لأنه الهدف الوحيد العكسي في تاريخ نهائيات كأس العالم لأنه مانزوكتش تجل الهدف والنتيجة 00 فأثر كثير على خطط كرواتيا أمام فرنسا اللي تووجت في النهاية باللقب ذلك المونديال كان معروف عنه كثير أهداف عكسية وفعلا ذلك المونديال كان فيه رقم قياسي بالأهداف العكسية الهدف الثالث اللي معناه ربما هو ليس هدف مشهور ليس هدف الناس بتتكلم فيه كثير لكن هذا الهدف لما تشوفه حتحس أنك تخيلته كثير في حياتك أثناء مشاهدة المباريات لكن ما بتزبط معك وأيضا حتحس أنه أنت لما توقف على القول ارتكبت هالخطأ أكيد في حياتك وسجلك في مرمانك بطريقة غريبة مثل طريقة إبريس ماوبليو حارس جرونوبيل أثناء مواجهة فريقة كاين الفرنسي في موسم 2019-2020 في الدرجة الثانية الحارس ماسكي الكرة مسيطر عليها وبيقرر يرميها بأقوى ما عنده ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وبتلف الأمور وبتيجي الكرة في مرمانك هدف لما تشوفه بتقول يا ما تخيلت أنه ممكن حارس يغلطها لما تحس أنه مستعجله وبيدي يرمي الكرة ويا ما إحنا في الحارات اغلطنا هيك غلطة ننتقل لرقم اثنين في التوب فايف معنا وخلال كأس الدولية 2017 اتشال سيبي يلعب مع الانتر الانتر متقدم اثنين سفر الدقيقة أربعة وسبعين الانتر بتبادل الكرة بكل هدوء وبتيجي الكرة لكوندوك بيها واللي بيقرر يسجل هدف عكسي جميل رائع جدا وبسقط الكرة بيشعل اللقاء بسجل هدف عكسي ربما يكون أجمل هدف عكسي عرفته كرة القدم متقن تسقيطة يعلم حارسه إياك تتقدم مرة ثانية وإحذر صديقك قبل عدوك طبعا بعد هذا الهدف كان منطقي جدا أنه كوندوك بيها ما يخوض الموسم مع الانتر فتمت إعارته قبل نهاية تسوق الانتقالات إلى فالانسيا ننتقل للهدف رقم واحد الهدف الأشهر الهدف اللي نعمل عنه وثائقيات الهدف اللي تكلم فيه رؤساء دول الهدف الأشهر هدف اسكوبار في مرمى بلاده كولومبيا في كأس العالم 94 أمام أمريكا كان هدف افتتاح النتيجة في لقاء فازت في أمريكا 2-1 في دور المجموعات وكان ذلك الهدف مساهم بشكل أساسي بخروج كولومبيا المبكر من كأس العالم كولومبيا اللي لما راح تتعب كأس العالم كان في توقعات كثير كبيرة منها إنها هتعمل شي كبير منتخب في لاعبين ممتازين عم بخوض تصفيات رائعة جدا لكن المونديال كان سيء جدا وبذكرنا جميعنا التصفيات شيء والبطولة شيء مشكلة هدف اسكوبار إنه ما كان هدف عادي مشكلة هدف اسكوبار إنه أصبح أشهر هدف عكسي بالتاريخ رغم إنه في دور المجموعات اسكوبار بعد المباراة صرح لأحدى الصحف الكولومبية الحياة لا تنتهي هنا دعونا نكمل مسيرتنا وما كان بيعرف إنه الحياة ستنتهي هنا بعدها بأيام موجود بأحدى مواقف السيارات فبيقرب منه أكثر من شخص وبيفرغوا فيه ما يقارب 38 رصاصة وبيعلنوا مقتله بعدها خرجت قصة واضحة شركة مراهنات أو رئيس عصابة راهن بمبلغ كبير وخسره بسبب هدف اسكوبار فقرر ينتقن منه أو الشركة قررت تنتقن منه بسبب ذلك الهدف بعد شوي والأمور بلشت تيجي قصص كل مرة مختلفة مرة بتكلموا عن رئيس عصابة أرسل شخص يقتله مرة بتكلموا عن شيء مختلف تماما عن كل اللي بنعرفه بما فيهم مدربه في كأس العالم 94 فرانشيسكو ماتورانا طلح صرح بعد 19 سنة أي في عام 2013 وقال لم يكن اسكوبار مستهدفا بسبب كرة القدم ولا بسبب هدفه العكسي كل الموضوع أنه تواجد في الوقت الخطأ في المكان الخطأ في أسوأ وقت ممكن في تاريخ كولومبيا وكان يقصد أنه مش هو المستهدف لكن القتله قتلوا بالغلب هذه إحدى الروايات رواية أخرى بتقول أنه فعلا من قتل عشان المراهنات ولكن الحكومة الكولومبية أرادت تستغل هذا الموضوع عشان تاخد دعم عالمي ضد حربها على العصابات آنذاك هذه رواية ورواية ثالثة اللي كل بيعرفها إحدى المراهنين الكبار إحدى رؤساء العصابات الكبار قام بإرسال من يقتل اسكوبار لأنه خسر فلوس هذا الحادثة مهما كان سببها مهما كانت طريقة وسبب مقتل اسكوبار ما بتنفي أنه طلع بجناسته 120 ألف بمن فيهم رئيس البلاد ما بتنفي أنه رؤساء بلاد كثير نعوه آنذاك ما بتنفي أنه هو أشهر هدف عكسي على الإطلاق في تاريخ كورت القدم وما بتخلينا ننسى أنه كولومبيا عاشت سنين عجيبة غريبة في العنف والعصابات نوصل هون لنهاية حلقة توب فايف كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة